مرحبا بكم في هذه الجلسة عالية المستوى الثانية في التوجهات المتطورة في عالم المعلومات المغلطة أنا اسمي ديبرا ستيل مديرة أخبار في اتحاد البث في أسيا والهادي وأنا مقيمة في كولا لومبور وكنت أشتغل في شركة الإذعاء والتلفزيون الأسرالية المعلومات المغلطة هي البث غير المتعمد لمعلومات غير الدقيقة من طرف أفراد لا يعلمون أنهم يقومون ببث مثل هكذا أخطاء أما التضليل فهو البث المتعمد من أجل التضليل وذكاء الاصطناعي الانتاجي قد حول الإمكانيات المتاحة أمامنا في مثل هكذا عالم من التضليل والتغليط الزكاء الاصطناعي يمكن أن يقدم أدوات أوتوماتيكية وتأدية واجبات حوسبية وتصنيف للبيانات لكن الذكاء الاصطناعي التوليدية والانتاجي يمكن الآن ليس فقط من خلق المضامين ولكن أيضا من تغيير بيانات ومعلومات ومضامين حقيقية لتغيير قصدها واستخداماتها فعلى سبيل المثال شريط مصور لانفجار على البنداغون أو شريط مصور لرئيس أوكرانيا يناشد القوات الأوكرانية من أجل الاستسلام أو شريط مصور لدونالد ترامب وهو يرتدي بزة سجين برتقالية أو صور مرتقطة للبابا فرانسيس وهو يرتدي جاكتة بالنسياغا إلى آخره هذا كله بالطبع معلومات تضليلية لكن هناك تطورات أخرى في الذكاء الاصطناعي الانتاجي كل يوم وهذا في تطور مدهش وسريع ومتسارع في بعض الأحيان الابتكارات التي كان من المفروض أن تستغرق ست سنوات لم تستغرق إلى ستة أشهر فهو في الواقع صار مدا بحريا من المعلومات المغلطة والمضللة وتتفقم الأمور إن الخوارزميات على الخط تمكن من بث معلومات تتوائم وما يؤمن به المستقبل من أفكار أغلبية الناس لا يعرفون حتى أن ما تصلهم من خطوط إعلامية على هواتفهم كلها محددة من خوارزميات مفصلة على مقاسهم ويصعب الأمر خاصة أن هذه المعلومات المضللة والمغلطة تقوم في جزئها على معلومات حقيقية فهذا هو الموضوع الذي نريد الانبراءة له اليوم هو أن نجد توازن بين الفرص التي تأتي من التكنولوجيا الجديدة والمنصات الجديدة والحاجة في الحد من المخاطر التصدي للتغليط والتضليل يتطلب نهجا متعددة نهجا متعددة التخصصات تحسين التمكن من وسائط الإعلام وتحسين مستوى السلامة في نظم تقسم المعلومات بما في ذلك تحسين أدوات التصديق على الهوية وزير الاتصالات والتكنولوجيا والابتكام السرائيونية السيدة سليمة باه مع الأسف لن تلتحق بنا اليوم فهي تعتذر على عدم تمكنها من الحضور أما بقية تحضر في الجلسية تاتسوهيكيو ماماوتو وهو بروفيسور في جامعة الحقوق لكيوتو السيدة بيرا يوروغا نائبات رئيسة مفوضية الأوروبية للقيام والشفافية السيدة ماريا ريزر وهي صحافية ومؤسسة لريبلا.com وهي حائزة على شهادة نوبل لسنة 2021 السيدة راندي ماشير مدير التكنولوجيا والديمقراطي في مجلس الأمن الوطني للبيت الأبيض وزميلة الأسترالي سيد نيك سوزر وهو عضو في مجلس إشراف شركة ميتا وهو المجلس الذي يتجه له الفرد إن كان يعارض بعض القرارات المتخذة من طرف ميتا وفيسبوك أو إنستغرام فيما يتعلق بمضامينها نبدأ بالسؤال الأول المطروحة سيكويا موتو الأستاذ في جامعة الحقوق بكيوتو إن التقدم المحرز في الذكاء الاصطناعي الإنتاجي وفي إنتاج معلومات ومضامين جديدة ذات تعقد عال ما تأثير ذلك على التغليط والتضليل مرحبا دعوني أتحدث إليكم بلغة اليابانية فهي لغتي الأم إن الذكاء الاصطناعي الإنتاجي هو تفاحة مسمومة في الواقع لكنها لذيذة لماذا أسميها بذلك؟ لأن المضامين المنتجة من الذكاء الاصطناعي فيها أخطاء وفيها معلومات خاطئة لذلك في التفاحة السم ولكن مذاق التفاحة لذيذة مذاقها مثل ذلك الطعام الذي تعده طبخة ماهرة لذلك أسمي الذكاء الاصطناعي الإنتاجية كالتفاحة اللذيذة ولكن السامة ولكنها تبقى سامة لأنها سوف تؤثر على عملياتنا الإدراكية واكتساب المعارف وسوف تؤثر على تمكننا من اتخاذ القرارات بشكل مستقل وإن أصبنا بالتسمم فالمصاب بالتسمم لا يعرف أنه يبث سما أيضا والمشكلة تكمن أيضا في أن الذكاء الاصطناعي الإنتاجي يعد سموما تعتبر تدريبا بالنسبة للبعض وينتج تغليطات وتضليلات بشكل واسع فهو مد بحري عريض عام طعم على الجميع ولذلك فإن التحديات التي تواجهنا من جراء هذا الذكاء الاصطناعي الإنتاجي أكثر تعاقدا من أي وقت مضى ويمثل تحديا كبيرا بالنسبة المجتمعات بأسرها وهذا ما يؤدي في بعض الأحيان أيضا إلى ما يسمى بالوهم الجماعي والوهم الجماعي قد يكون واقعا فالذكاء الاصطناعي الإنتاجي بالنسبة إليه هو وهم جماعي وهلوسة جماعية أنا قد أوافق على ما سمعناه المسألة لا تعلق بحرية الإرادة أيضا بل إن الذكاء الاصطناعي الإنتاجي أيضا يؤثر على بيولاجيتنا وعلى طريقتنا الإدراكية لنبدأ بما حصل مع وسائط الإعلام الاجتماعية وكيف حولت إلى السلاح ما لاحظناه في وسائط إعلام الاجتماعية نستخدم في البداية من أجل التعبير عن مخاوفنا وعن غضبنا وعن كراهيتنا وعن قومجيتنا في بعض الأحيان القاعدة مثلا استخدمت الوسائط الاجتماعية من أجل تحويل إدراكات بعض الناس وتحويلهم إلى أفكارهم الضالة إذن حولت وسائط الوسائط الاجتماعي التواصل الاجتماعية إلى أسلحة أما الذكر الاصطناعي الإنتاجي والذي أطلق للعموم في أول مرة في نوفمبر في 2022 فهو أبعد من وسائط الإعلام الاجتماعية فهو طبعا يؤثر سلبا على الأطفال ولكن في الواقع بعض الدراسات قالت أن هذا الذكاء الاصطناعي الإنتاجي هو عبارة عن جائحة طامة عامة على الوحدانية لأنها تبحث عن الوحدانية الموجودة في كل منا ومنذ نوفمبر 2022 حتى الآن لاحظنا أن هناك عدد متزايد من الناس الذين ينتحرون وهناك عدد من الجرائم التي اقترفت من جراء التعرض لهذا ذكاء الاصطناعي الإنتاجي فالتأثير على الفرد حقيقي لأنك إن لجأت إلى الذكاء الاصطناعي الانتاجي في ساعة ثانية صباحا هذا يعني أنك متأثر بعض الشركات النشأة تقول استمع إلينا إن هذا الذكاء هو صديقك سيكون أوفى صديق لك لكن في الواقع هو صديق خطير ليس خطيرا فقط على الفرد بل خطير على المجتمعات برمتها أنا لست كارهة لتكنولوجيا أنا أحب التكنولوجيا ولكن علينا أن نعرف أننا نعيش فترة حاسمة بنسبة للعالم وعلينا أن نتخذ القرارات اللازمة شكرا ماريا السيدة فيرا يوروفا ما هو رأيكي بشأن أثر الذكاء الاصطناعية التوليدي على التضليل ونشر المعلومات الكاذبة شكرا جزيلا هل تسمعونني أنا أمثل هنا الاتحاد الأوروبي وهو المشرع الخاص بالاتحاد الأوروبي فأنا لن أثري النقاش من ناحية التحليل ولكن أريد أن أخبركم بما يفعله الاتحاد الأوروبي بنسبة لتنظيم هذه المساحة أولا إن الذكاء الاصطناعية التوليدي يلعب دورا كبيرا في النشر المعلومات المضللة وكيف نتعامل مع هذا الموضوع إذن كما قلت إن هناك نشر المعلومات الكاذبة بصورة غير مقصودة ولكن نتحدث هنا عن المقصود من المعلومات المضللة وهي معلومات خطيرة و نحتاج إلى تنظيمها وهو الإنتاج المقصود للمعلومات المضللة بغرض الإضرار بالمجتمع الإضرار بأمن المجتمع وأيضا الإضرار بالعمليات الانتخابية فإن الجامع ما بين المعلومات المضللة المقصودة وإستخدام عليها؟ أولا أن الذكاء الاصطناعي لا يجب أن يحكم الناس يجب أن يسيطر الناس أو يحتفظ الناس بإمكانية السيطرة على الذكاء الاصطناعي إذن يجب أن ننظر في الخوارزميات وأن نضمن أن التكنولوجيات الخطيرة أو الاستخدامات الخطيرة للتكنولوجيا سيتم إيقافها لدينا ثلاث فئات للذكاء الاصطناعي وهي منخفضة ومتوسطة وعالية المخاطرة وتلك من نوعية المخاطرة العالية فهذه يجب أن نقوم بالسيطرة عليها وكما قلنا أن هناك عدد من حالات استخدام الذكاء الاصطناعي غير المقبولة في الاتحاد الأوروبي من ناحية التشريع أما بالنسبة للحقوق الخاصة بالإنسان مثل حرية التعبير حرية أو الحق في حقوق الملكية مثلا الفكرية إلى آخره فهذه أمور متعلقة بأشخاص وهذه ليست حقوق يمكن أن تمنح للإنسان الآلي أما بالنسبة لقانون الذكاء الاصطناعي فنحن نضيف فصلا جديدا عن الذكاء الاصطناعي التوليدي ونحن لدينا رؤية أن المستخدمين يجب أن يخبروا بأن ما يقرؤونه أو ما يرونه الآن هو نتاج للذكاء الاصطناعي لذا من الضرورية أن تكون هناك إذن علامات توضع أو وسم للمنتجات التي ينتجها للذكاء الاصطناعي وأيضا أن تكون هناك علامات مائية مثلا بالنسبة للمنتجات الزائفة أيضا إذا كانت هناك أي أنواع من الخطاب أو المواد التي يمكن أن تؤدي إلى الراديكالية في المجتمع فكل هذه الأمور يجب أن تزال أو توقف ولكن طبعا نحن لازلنا بصدد الإعداد لهذا القانون السيدة ميشيل من البيت الأبيض ما هو رأيك أنا أود أن أشكر المنتجة على دعوتي فمن دواعي سروري أن أكون هنا مع هؤلاء المتحدثين المتميزين وأشكركم على دعوتي لمناقشة هذا الموضوع الهام إن الذكاء الصناعي التوليدي يقلص من التكلفة ويزيد من السرعة التي يمكن أن يقوم بها الأشخاص من دوي النوايا السيئة أن يقوم بإصدار مواد تنشر بصورة واسعة فإذن إن لدينا محتويات يمكن تؤثر على حقوق الإنسان وعلى المؤسسة الديمقراطية وعلى الأمن الوطني والثقة والأمن العام ويمكن أن يؤثر أيضا سلبا على النساء والفتيات ومجتمع الميم والمجموعات المهمشة على سبيل المثال فإن المحتوى غير الحقيقي أو المحتوى الزائف يمكن أن يقلص الثقة في المؤسسات الديمقراطية ويمكن أن يؤثر على مصدقية العمليات الانتخابية فإذن حديثا في سلوفاكيا كانت هناك منتجات من منتجات الذكاء الاصطناعي التي كان الهدف منها أن تؤثر على الموازين الأمور بالنسبة للانتخابات وإن هذه المخاطر في العالم أدت إلى قيام الحكومة الأمريكية بالعمل على زيادة الشفافية والتوعية بالنسبة لهذه المحتويات الاصطناعية إن دارة بايدن هاريس قامت بتأمين التزامات طوعية من 15 من الشركات الخاصة بالذكاء الاصطناعي وذلك من أجل أن تلتزم بتأعداد آلية تمكن المستخدمين من أن يفهموا إذا كان هذا المحتوى الذي يقرؤونه أو يطلعون عليه منتج من قبل الذكاء الاصطناعي أم لا إذن عملية وسم لهذه المنتجات التي يصدرها الذكاء الاصطناعي وبناء على ذلك فنحن نعمل على إعداد خطوط توجيهية وأدوات وممارسات من أجل التدقيق في المحتويات الاصطناعية ونحن نعمل أيضا على بناء القدرات من أجل أن نتمكن من تحديد هذه المنتجات بسرعة وذلك لنمكن وسائل الإعلام والجمهور من أن يحدد إذا ما كانت المعلومات التي يطلعون عليها فعلا صادرة عن الحكومة الأمريكية أم لا هذه التدابير تحتوي على توقيع رقمية علامات مائية وأمور أخرى أو أليات أخرى للوسم وطبعا هذه الجهود لا يمكن أن تقوم بها الحكومة الأمريكية بمفردها نحن نحتاج إلى العملي سويا مع الشركاء والحلفاء لكي نضمن أن هذه الضمانات مطبقة وأنا سعدت بسماعي لما قالته الزميلة من الاتحاد الأوروبي نأمل أن تنضم إلينا الدول الأخرى من أجل أن نقوم بإعداد ممارسات وطرق سليمة وقوية ومتينة للتدقيق في المحتويات الإصطناعية ولكي نتمكن من التعرف على المحتوى الإصطناعي وطبعا نحن نعطي الأولوية للتعاون مع المنظمات المجتمع المدني والقطاع الأكاديمي والجهات التي تقوم بوضع المعايير وطبعا القطاع الخاص إن الرئيس بايدن ونائبة الرئيس هاريس قاموا بالاجتماع عدة مرات مع خبراء الذكاء الإصطناعي والباحثين والمهتمين بحماية حوق المستهلك ونحن نتطلع إلى المزيد من هذه النقاشات شكرا جزيلا السيد نيكا سوزور أنت كعود في المجلس الإشرافي على الميتة فما هو رأيك شكرا على هذا الحديث الذي يصلت الضوء على عدد من هذه القضايا التي تمثل تحديات بالنسبة لنا بالنسبة لإدارة المحتوى وأيضا بناء الثقة في المحتوى الإعلامي أنا أبدأ بالاعتذار لأن أولا نحن لازلنا في أول ثلاث ساعات من اليوم الأول ولكن لدي ثلاث نقاط أريد أن أتقدم بها أتمنى أن تسلط الضوء على بعض الجوانب الفنية وأيضا بعض التحديات التي تواجهنا من السهل أن نتحدث عن الذكاء الاصطناعي على المستوى رفيع المستوى ولكن الأمر يصبح أكثر تعقيدا عندما نبدأ في النظري في أنواع المحتوى أنواع العلاقات إلى آخره فأولا مسألة نشر المعلومات الكاذبة والمضللة بقصد أو دون قصد إن هذا نوعا من المقدمة يجعلنا نفكر أن هذين الأمرين منفصلين النشر المعلومات الكاذبة والمضللة بقصد أو دون قصد فعندما نفكر في هذه الأمور من ناحية العقاب مثلا الذي قد يتلقاه الشخص أو من ناحية العقابية فنعم هذا أمر منطقي أن نفرق ما بين ما حدث بقصد أو بدون قصد ولكن عندما ننظر إلى كيفية انتشار هذه المعلومات فإنها تنتشر بسرعة انتشار النار في الهشيم تنتشر أيضا في وسائل الإعلام الرقمية والعادية وإن الأشخاص الذين يشاركون في هذه النقاشات اليومية بشأن هذه الموضوعات يلعبون دورا في نشر هذه المعلومات المضللة ثانيا النقطة هذه تتعلق بوسائل الإعلام الإصطناعية ما هي هذه الوسائل يمكن أن نتحدث عن أهمية أن الأشخاص يجب أن يكونوا على وعي بما قد قام بإعداده الذكاء الاصطناعية أم لا ولكن عندما أكتب بريدا إلكترونيا أنا أعتمد اعتمادا كبيرا على أمكانية إكمال الجملة لي من قبل الذكاء الاصطناعي عندما أخذ ألتقط صورة مثلا فأنا أقوم بتضبيتها قبل أن أقوم بإرسالها يمكن أن أزيل صورة شخص من الصورة واجه شخص من الصورة إلى آخره فكل هذه الوسائل قد تم العبث بها قد تمت معالجتها وهذا يؤثر طبعا على مدى حقيقية هذه المواد إن الابتكارات التي شهدناها على مدى السنوات الماضية معظمها سيبقى معنا والناس سيجدون دائما استخدامات لطيفة وشيقة لهذه الابتكارات فعلينا أن نضمن أننا لا نخلط ما بين هذه الأمور عندما نفكر في أنواع الحلول التي قد تثبت نجاعتها في سياق ما وليس في سياق آخر هذا الأمر سيكون صعبا شكرا أود أن أذكر الجميع أن الرقم الذي ترونه هنا على الشاشة هو الوقت المحدد للمتحدثين فإذا كنتم تسألون لماذا لا يصهب المتحدث في الشرح هذا لأن الوقت محدد لكل متحدث بثلاث دقائق ننتقل إلى السؤال التالي وهذا السؤال مواجه لك السيد ياماموتو كانت هناك مخاوف عامة بشأن المعلومات الخاطئة أو المضللة هذه المخاوف موجودة منذ فترة طويلة وظهرت بشكل أكبر في إطار سياق الحملات السياسية والانتخابية أين نحن الآن من مكافحة المعلومات الخاطئة أو المضللة عبر الإنترنت وما هي الدروس المستفادة مرحبا مرة أخرى شكرا جزيلا أعتقد أن لدينا اتجاهان الأول أن هذه المسألة أصبحت أكثر خطورة من الماضي وأيضا في نفس الوقت يراودنا الأمل أن الموضوع أصبح أكثر خطورة بسبب أن الاقتصاد في الوقت الحالي ما يطلق عليه اسم اقتصاد لانتباه أتنشن إيكونومي يعني أنه هناك وقت محدد يمكن أن نعطيه لقدر معين من المعلومات ويمكن أن يؤدي هذا إلى أن يركز المتلقي على معلومات بعينها بسبب الوقت المحدد المتاح له وهذا يمكن أن يؤدي إلى نتائج غير مرجوة لأن الوقت المحدد هذا يركز على معلومات تكون خاطئة وإن المعلومات الكاذبة الأنباء الكاذبة يمكن أن تؤدي إلى المزيد من التفاعل ويمكن أن يؤدي هذا إلى المزيد من الأرباح بالنسبة للمنصات التي تقوم بنشر هذه المعلومات وفي نفس الوقت نحن نرى بعض العلامات المضيئة هنا مسألة زيادة الوعي بهذه المعلومات المضللة لدينا ثورة معلوماتية وهناك الكثير أيضا من التعاون بين الجمهور والقطاع الخاص وأيضا هناك إجماع على أهمية تحسين الوعي الرقمية أو محو الأمية الرقمية إذا صح التعبير إن بيئة الاقتصاد هذا اقتصاد الانتباه يجب أن يتم التعامل معها وأيضا يجب أن نتعامل مع الهيكل الخاص بذلك فمثلا يمكن أن نقوم بعمل عملية معيارية لذلك بالنسبة لل أو بي أو ريجنل بروفايلر هذا معناه أن نقوم بعمل لمحة شخصية عن مقدم هذه البيانات يتم التدقيق في هذا المحتوى إذن هذا أمر يجب أن يتم التعمل معه على المستوى العالمي وأيضا المحو الأمية الرقمية هذا أيضا أمر هام شكرا جزيلا إذن محو الأمية الرقمية مسألة هامة وأيضا محو الأمية الإعلامية أمر هام فمن الضروري أن يكون فهم أفضل لدى الجمهور بشأن هذه الأمور مما يقلل من المخاطر بالنسبة لنك أنت تحدثت عن الدروس المستفادة حتى الآن ما رأيك إن الأعوام الماضية كانت أعوام حافلة بالنسبة ل المعلومات المضللة وهذا أتى في صورة التعامل مع حملات انتخابية مع الجائحة كانت هناك كثير من الضغوط حول العالم وكان هذه الضغوط أيضا منصبة على شركات التكنولوجيا التي كان عليها أن تتعامل مع هذه الأمور إن تحدي القائمة الآن الأكثر عجالة هو أننا لم نجري الأبحاث الكافية بشأن أمور مثلا تتعلق بالتطعيم والمحو الأمية الإعلامية يجب أن نزيد من قدرة الناس على اكتشاف المعلومات المقدمة لهم على أنها معلومات مضللة وأثناء الجائحة شهدنا بعض الأمور من ضمنها أن الشركات التكنولوجية أو تكنولوجيا يمكنها أن تساهم لوقت طويل قالت هذه الشركات أنها تريد أن تشارك في القضايا الهامة الخاصة بالمحتوى بالحقائق إلى آخره إن التعامل مع المعلومات المضللة أثناء الجائحة كان أمرا عاجلا وأصبح من الصعب بالنسبة للشركات التكنولوجيا التي تساهم فإن دور هذه الشركات هناك الكثير من عدم الاتفاق بشأنه عندما نتطرق إلى جانب المعلومات المضللة فسنجد أن الشركات هذه أصبحت أكثر قدرة على تقليص مثلا رسائل البريد الإلكتروني التي ترسل بصورة موسعة بغرض التضليل وفي يوم الثلاثاء إن المجلس الإشرافي سيعلن أننا سنقوم برفع قضية ضد مستخدم على الفيسبوك الذي قام بعرض صور متلاعب بها للرئيس الأمريكي بايدن ونحن وجدنا أن هذه الصورة قد قامت بإثارة الكثير من النقاش فأنا أريد أن أشجعكم على مساعدتنا لأنه لا يمكن أن يترك هذا الدور دور التعامل مع المعلومات المضللة فقط لشركات التكنولوجيا فإنني أقدر وجودكم معنا هنا في هذه القاعة فأريد أن يكون هناك نقاش فيما بيننا وأن تقدم لنا تمود لنا يد العون لكي نحاول أن نعرف أفضل الطرق من أجل التعامل مع هذه القضايا الاجتماعية حتى نصل إلى فكرة بشأني ما هو الخطاب المقبول وغير المقبول على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة فيما يتعلق الأمر بالانتخابات ليس فقط في الولايات المتحدة ولكن في أماكن أخرى أيضا أنا وثقة أننا سنحصل على الكثير من النقاش هنا بالنسبة للنساء وال الفتيات والأقليات العرقية والإثنية وأفراد مجتمع الميم هذه المجموعات عددا ما تتحمل وطأة الضرر الناجم عن المعلومات المضاللة عبر الإنترنت التي تستهدفهم بنظر الاتجاهات الحالية ما الذي يمكننا فعله لحماية وتمكين هذه المجموعات وما هي الأدوات التي يمكنهم استخدامها لكي تتمكن من حماية أنفسها فإذن نعطي الكلمة أولا لفيرا أنا لدي الكثير الذي يمكن أن أقوله بالنسبة للمجموع السابق ولكن أنا سأجيب عن السؤال الذي طرحتيه بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي للأسف فإن هناك زيادة في الممارسات المخجلة وفي الكثير من الأحيان تستهدف هذه الممارسات النساء خاصة النساء من ذاوي من ذاوي المناصب العامة السياسيات السياسيات القاضيات القائدات للمنظمات غير الحكومية وطبعا هناك هجمات على مجتمع الميم وعلى الأقليات المختلفة أي شخص مختلف وأترك لكم حرية تعريف ما هو الاختلاف عرضة لأن يصبحوا هدفا لهذه الهجمات ونحن في الاتحاد الأوروبي لدينا قواعد صارمة فإن هذه الهجمات في كثير من الأحيان تكون غير قانونية إننا نتحدث هنا عن محتوى ساخر ولكن إنه محتوى يحث على الكرهية وعلى العنف إن هذه الأمور مجرمة في الاتحاد الأوروبي بعد تجارب فضيعة في الاتحاد الأوروبي مثلا من ضمنها المحرقة اليهودية فإن رد الفعل في ذلك الوقت كان سلبيا من قبل المجتمع لذا لدينا الآن هذه التشريعات التي تجرم أي أفعال تحث على الكرهية أو المنف ضد أي مجموعات لذا فإن هذه الأمور التي تحدث في الفضاء الإلكتروني أيضا غير قانونية إذا كانت ذات طبيعة مشابهة فبالنسبة لمن يقوم بإدارة الخوارزميات في هذه الشركات الإنترنت فإنهم كانوا يجنون الأرباح من المحتوى الذي يحصل على عدد كبير من المشاهدات حتى وإن كان هذا المحتوى يحف على الكراهية نحن في الاتحاد الأوروبي قررنا أنه لا يمكن أن يستمر هذا الوضع ونحن كان لدينا مدونة سلوك ضد الخطاب الكراهية إلى آخره والآن لدينا قانون ملزم يقول الآتي يجب أن تمتنع عن جني الأرباح من المحتوى غير القانوني أو المحتوى المضلل الخطير على المجتمعات الأوروبية وهناك عقوبات مرتبطة بذلك لأنه في الاتحاد الأوروبي لا يمكن فقط أن نرضى بالوقوف مكتوف الأيدي في مقابل هذه المحتويات التي تحط على العنف الكراهية فأنا قمت باقتراح التوجيه الأوروبي الأول الذي يمنع العنف ضد المرأة في المجال الرقمي ونحن الآن قيد إعداد تشريع بهذا الصدد وأعتقد أنه عندما يتم دخول هذا القانون حيز التنفيذ فإن الشرطة والنواب الممثل للدعاء في الدول الأعضاء سيمكنهم إذن أن يستخدموا هذا التشريع الجديد لحماية المرأة شكرا أنا أولا أنا استخدمت كلمة من قبل الاقتصاد الانتباه وفي إطار هذا النموذج نموذج الأعمال فإن الكراهية والخوف يمكن أن يؤد إلى المزيد من التفاعل وفي إطار هذا النوع من الاقتصاد فإن المجتمعات التي أشرتم إليها تجد أنفسها في وضع هش وفي العالم الحقيقي فإن هذا الأمر يصبح أكثر خطورة إن قطاب الكراهية والتضليل عندما يتم الجامعة فيما بينهما يمكن أن يصبح مزيجا خطيرا يصعب التعامل معه فإن التعامل مع هذه الأمور بسرعة يمكن أن يكون الحل ومن ضمن الحلول يمكن لمجتمعات أو المنظمات حقوق الإنسان أن تبلغ عن الأشخاص هذه أو تبدأ في تقصي الحقائق بالنسبة للأشخاص الذين قد أو تهم بارتكاب مثل هذه الانتهاكات فيمكن أن يتم نشر هذه المعلومات الخاصة بتقصي الحقائق ويجب أن تنشر وتقرأ فإذن الشركات المنصات يمكن أن تتفاعل معنا وأن تتواصل وتتعاون في هذا الصدد فإذا من المهم أن يتم تقصي الحقائق بالنسبة للمعلومات المضللة وأن يتم نشر النتائج الخاصة بالتقصي للجمهور وإذا سمحتم لي أود أن أعطيكم مثالا من يهو في اليابان فإن لديهم منصة لتقصي الحقائق تم تأسيسها في العام الماضي وهم يتقاسمون مقالات تصدر عن المركز الخاص بتقصي الحقائق الخاصة به وهو موقع هنا لوسائل الإعلام الرقمية شكرا شكرا جزيلا مريا حلنا أن نسمع رأيك أنا لدي عدة أرى نحن سأتحدث في غضون ثلاث دقاء إذا ما تحدثنا عن التصميم فإن التصميم هدفه تفشي الكذب الكذب قبل أن يكون هناك تفشيا للحقيقة نحن في يومنا اليوم نرى بأن الأمور قد تفاقمت لدينا تويتر التي أصبحت أكس فيسبوك أصبحت مات تغيرت الأسماء ولكن الهدف هو نفسه نحن سمعنا عن الضحايا نرى بأن العنف على الإنترنت هو عالم حقيقي وهو حقيقة واقعة هناك شخص دائما يتأثر بكل هذه الأمور وأود أن أقول مع كل احترام لنك أنا لدي عدة أصدقاء في مجلس الإشراف فأن هناك من يريد أن يؤخر النظر في هذه المسائل وهدف من ذلك هو جاني الأرباح وهذا يمكن أن يؤدي إلى نقص في الثقة وأعود إلى مقاله راندي نحن فيما يتعلق بالمقاربة الطوعية حاولنا في 2016 و2019 ولكن الأمر لم يحفله ما الذي يمكن أن نقوم به حتى نحدث فرقا في هذا المجال إذا لم يكن لدينا حقيقة فليس لن يكون لدينا ثقة ولن يكون هناك سلام فيما يتعلق بإجراء الانتخابات مثلا في السويد وفي أدف الولايات الامريكية يقول بأن 60% من الأفراد في العالم كانوا يعيشون في ظل الغياب الديمقراطية وقد تفاق مع الوضع الآن وأصبح عدد هؤلاء يفوق 70% التكنولوجيات تتجدد كل أسبوعين فأن هذه التغيرات تحصل بشكل سريع جدا ولذلك فيجب أن نتحل بالمرونة حتى نتمكن من رفع هذه الحديات أنا أريد أن أمارس الضغط عليكم فنحن علينا أن نتخذ قرارا ويجب أن لا نعول على شركات التكنولوجية لماذا؟ لأن هدفها هو جني الأرباح نعرف بأن الاتحاد الأوروبي لديه عدة قوانين ولكنهم أتوا متأخرين نرى بأن تايوان تعرضت لتضليل من الصين أيضا لدينا نرى في إندونيسيا الأمر نفسه حصل ونحن لدينا تكرارا لتجربة الفلبين الاتحاد الأوروبي ربما كندا أيضا المملكة المتحدة المتحدة الأمريكية كلها لديها أمثلة في هذا المجال نحن ننظر إلى هذه المشكلة مع كل التحديات المتفرعة عنها وهنا نطرح السؤال من الذي يتضرر من كل هذه المسائل دائما المجتمعات الأكثر ضعفا نرى بأنه لدينا لدينا مشكلة التضليل التضليل الأعلامي هو ما يريده تريد شركات التكنولوجية أن تدخل في إطارها وفي دائرتها نحن لدينا شبكات شبكات يمكن أن تسمح بالقضاء على كل من يريد أن يمارس الإرهاب والأفكار الراديكالية وغيرها شكرا نحن علينا أن نتحدث أيضا عن التدابير التنظيمية ولكن الهدف هو معرفة ما يمكن للأشخاص الذين هم أعضاء في مجتمعات تعتبر أقلية ما لا يمكن أن تقوم به من أجل أن تحمي نفسها نحن أنا لن أتطرق لما قيل وأنا سأركز على السؤال الذي طرح عليه علينا أن نعترف بأن السلطة هي أمر مهم كل تكنولوجيا تبنى وتتعلم من نظام قائم للتدرج في عالم متفاوت من حيث المساواة غالبا ما يؤدي إلى تفاقم وتعظيم شأن هذه السلطات عندما نتحدث عن الإجراءات وكيف يمكن أن نساعد أعضاء المجتمعات المهمشة والأقليات فهنا كأمر يغيب عن بالنا هو الاعتراف بأنه من المهم أن نعرف من هم المتحدثين ما هي الأدوات التي يستخدمونها بما فيها الشبكات ما هي أهدافهم هل أن هناك خطر مستمر لتفاقم وضع المخاطر كل ذلك مهم كل ذلك كان شكل صعوبات بالنسبة لشركات التكنولوجية عادة هذه الشركات يكون لديها هامشة للخطأ ويكون لدينا أشخاص أو سلطات مرموقة مثلا يمكن أن نقضي على المضامين الدارة ولكن هذا لن يساعد في حل هذه المشكلة إذا كانت السلطة مهمة ولها وزن في هذا الميزان فإنه من الضروري أن نحاول بشكل استباقي في أو نتقص كيف تستخدم هذه الأدوات يمكن أن نتابع الحديث بشكل يسمح لنا بتحقيق أداف المشركة ولكن إذا ما تغاضينا مصدر السلطة فإننا لن نحل هذه المشكلة فنحن نعرف بأن هناك أشخاص هم ضعفة يتعرضون لمخاطر التضليل الإعلامي نحن نعرف بأن هؤلاء لديهم صعوبة في التظلم أو الاستفادة من سبل التظلم ولذلك فعلينا أن نعمل بشكل استباقي حتى نحرص على أن النظم التي نبنيها تأخذ بعين الاعتبار عدم المساواة والتفاوت وبشكل يسمح بوضع الضمانات فيما يتعلق بهذا التدرج للسلطات هناك عدة أدوات يمكن أن يستخدمها الأفراد حتى يستفيدوا من تجربهم أنا لا أريد أن أرى حلاً حيث أن العبء يجب لا يلقى لا أريد أن يلقى العبء مرة أخرى على المتضررين من هذا التضليل شكراً الآن السؤال التالي ما هي التحديات التنظيمية في ما يتعلق بمكافحة هذا التضليل الأعلامي سواء كان مقصوداً أو غير متعمد أعتقد بأنه في بعض الأحيان تكون الحلول أسوأ من الحلول عندما نقوم بوضع الأنظمة في الاتحاد الأوروبي دائماً نحرص على أن يكون هناك حماية لمبدأ حرية الأراء فنحن يجب لا نلجم حرية الرأي فإنه عادةً ما يكون لدينا أشخاص إذن يجب أن نحرص على حماية حرية الرأي أود أن أقول ودائماً أتحدث عندما أتحدث عن التضليل الأعلامي لطالما كانت مشكلة وجهناها في الماضي وعندما أتحدث عن الإنترنت ووسائط الأعلام الاجتماعية فنرى بأن هذا التضليل يتفاقم بسرعة شديدة جداً ولذلك فأنه هو من مواطن قلقنا اليوم نحن نقترب نحن قريبين من الحرب في أوكرانيا ونرى بأن البروباقاندا الروسية تنتشر في كل مكان حيث أنها تحول الضحية إلى الجهة التي هي معها حق وتبدل الحقيقة فيما يتعلق بالصاحب الهجوم ومن هو الضحية أعتقد بأنه يجب أن ننتبه بشكل كبير إلى النظام الظالم وأن نعرف ما هي مقاصده نحن في الاتحاد الأوروبي لدينا نظاماً شاركت فيه بشكل طوعي الشركات التكنولوجية إضافة إلى الدول نحن نعرف بأن هناك خطوات صغيرة في بعض البلدان في حين أنها أهم في بلدان أخرى نحن سمعنا عن الانتخابات السلوفاكية فنرى بأنه لم يكن هناك تحقق من المعلومات فنعتقد بأنه يجب أن يكون لدينا قواعد تسمح بلجم إمكانية منتجي هذه المعلومات المضللة وهناك أمرين مهمين بين إضافة إلى مدونة السلوك وهما يتعلق وأولاً فيما تعلق باستقلالية الوصائد الأعلام في الاتحاد الأوروبي نحن نحن نريد أن يكون لدينا إمكانية لالعامة في الحصول على معلومات يتم التحقق منها إذا ما كان ونريد أن نحافظ على حرية الرأي فلكل شخص الحق في أن يعتقد بما يريده ولكننا نحن ما يجب أن نقوم به حماية وسائط الأعلام المستقلة التي تتحقق من معلوماتها أخيراً أود أن أقول بأن شوطة طويلة طويل ولذلك علينا أن نعمل بشكل يمكن أن نصبح مستعدين وعلى أهبة للتعامل مع هذا الوضع علينا أن نعمل معاً ولدينا العديد من المشاريع في الاتحاد الأوروبي وهنا أتوقف حتى أحترم الوقت المخصص لي ننتقل إلى ماريا ماذا عن التحديات التنظيمية كما قالت الجلسة الأولى كل شيء يدور حول البيانات نحن هناك أمور تدنى عليها في الماضي نحن الآن بحاجة إلى تضفق مباشر وآني للبيانات وبعد ذلك هذه البيانات يمكن أن تتضمن التوجهات وعندها يمكن أن نرى ضرر بعض هذه التوجهات عندما يكون هناك عملا إشرافيا وهذا ما تقوم به بعض الشركات عندها يمكن المجتمع المدني أن يلعب دوره وأن يفرض المساءلة يمكن لأي طرف أن يقول ما يريده كل شخص ولكن هناك حرية النفاذ إلى هذه البيانات التوزيع ليس هو المشكلة عندما بدلا من أن يكون هناك تحقق من المعلومات يجب أن يكون لدينا مجتمعا مدنيا ممكنا يمكن أن يقوم بمكافحة هذا النموذج للأعمال الذي يهدف إلى جني الأرباح نحن قلنا لنا بأن أنا سأحاول أن أتحدث هنا قائلا بأن التوزيع للمعلومات مهم جدا فيما يتعلق بالأطر التنظيمية برأيي أن أنا لم أستعمل كلمة ميس انفورميشن وهو التضليل المتعمد بل ديس انفورميشن التضليل لأعمال غير فأنا برأيي بأنه أنا تحدثت بأن هذا التوزيع للمعلومات المضللة هو كالسم وحتى نتمكن من أن يكون لدينا ما يمكن أن يكون حاميا للمجتمعات من هذا التوزيع المكسف لهذه المعلومات أعتقد بأنه يجب أن يكون لدينا تنظيم يعتمد على فهمنا حتى لنحن لسا بحاجة إلى شيء متقدم جدا حتى نتمكن من أن نأتي بهذه التنظيمات نحن بحاجة إلى الشفافية أولا هذا ما تحاول الدي اي س اي أن تتوصل إليه حتى نبتعد عن عن الاعتماد فقط على الأكاديميين بل أن نضمن أدى المجتمع المدني هذا أولا ثانيا كيف يمكن أن نحن 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 عندما نفكر بالأمر في خلال الكوفيد لم يكن لدينا تنظيمات فيما يتعلق بالشركات الشركات الصيدلية أنا أعطيت أنا أعطيت لقاحا معينا لجزء من القاعة و مثلا اللقاح الباء للجزء الثاني وجاءت الشركات الصيدلية وقالت أعتذر من الفريق ألف فإن هذا اللقاح قد أدى إلى وفاتهم في حين أن القسم الثاني من القاعة قد سلم بسبب ممارسات لهذه الشركات إذن لدينا شفافية ثانيا المساءلة وهي أن نضع أن نتوصل إلى مدونة سلوك نعم ولكن أن نركز على قضية المساءلة كيف يمكن أن ننتقل من فئة المنتجين وفئة المستهلكين إلى ما يسمى بالبروسيومرز أو نتمكن من إنتاج واستهلاك المعلومات في الوقت نفسه برأي أنه على المجتمع أن يتمتع بالأدوات وأن يملك الأدوات لكي يفرق بين المعلومات الضالة والصحيحة قبل كل شيء أنا أوافق نك الرأي بأن الحلول التكنولوجية ليست الترياق ولذلك فإنهم ضروري أن نعرف بأنه أداة مهمة فيما يتعلق بهذه المعادلة ويجب التفرق بين ما هو الكذب وأيضا المضمون الإصطناعي فإن الأخير يمكن التعرف عليه هذا أمر يجب أن نجد تعريفات بشأنه نحن نعتقد بأن الشركات التي تتوصل إلى تكنولوجيات مثل الذكاء الإصطناعي يجب لديها مسؤولية لكي تحرص على أن منتجاتها هي سليمة وأن تأخذ بعين الاعتبار تأثيراتها والآن أنتقل إلى ما سمعناه عن الالتزام التوعي نحن نعرف بأن الالتزام التوعي لا يكفي ولذلك فأن الحكومة في البيعات المتحدة الأمريكية تحرص على أن الحكومة ستعمل بشكل مسؤول فيما يتعلق باستخدام الذكاء الإصطناعي وإيجاد التنظيمات التي يمكن أن تسمح للولايات المتحدة الأمريكية لكي تلعب دورا رياديا في هذا المجال هذا ثانيا ثالثا هناك ما سمعناه سمعناه عن المقاربة التصاعدية وما هو العنصر المتعلقة بهذه المقاربة وهو تمكين المجتمع مما لا شك فيه بأن المقاربة التصاعدية تتطلب منا أن نعزز قدرة المجتمعات على المقاومة ولهذا فنحن لدينا مبادرات تهدف إلى بناء الإمكانيات والقدرات وذلك من خلال التعاون مع الهيئات الإعلامية في كل مكان هذه العوامل الثلاثة تجتمع من أجل التوصل إلى عامل قدرة على المقاومة التي نصب إلى بناءه في العالم وأيضا بشكل يسمح بنشر المعلومات نأخذين بعين الاعتبار منظومة إيكولوجية تعتمد على القواعد العالمية ومدونات السلوك وغيرها من القواعد المهمة على الحكومات والقطاع الخاص أن يتعاون من أجل تحقيق هذه الأهداف ماريا كيف يمكن أن نصبح ما يسمى ببروسيومرز أي منتجين ومستهلكين معا بشكل يعزز قدراتنا دعونا نبدأ بصناعتنا على وهي قطاع الأعلام نحن لدينا قدرات نحن اكتسبناها عبر الأزمنة يجب أن ننظر في عملية الانتخابات ليس على أنها صباق خيول بل على أنها عملية مهمة من أجل تعزيز الديمقراطية وكذلك وجود القيم الديمقراطية ومثلا لدينا قضية الذكاء الاصطناعي المفتوح Open AI وهنا وكان لدينا نقاش في سان فرانسيسكو حول استخدام Open AI واستخدام هذه التكنولوجيات من أجل صالح المجتمعات وتعزيز الديمقراطية وسمعنا أولا بأنه علينا أن نقول للعامة كيف يتم التلاعب بهم نحن لا نقوم بذلك بشكل كاف علينا أن ننظر في أثار استخدام هذه التكنولوجيات نحن وقبل وقبل الإطلاق العنان لمنتدى الحكمة للإنترنت فكانت هذه الأفكار دائرة يا شباب نكون لدينا إذن مساءلة وأيضا مسؤولية سمعنا ما قامت به الحكومات حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لدينا مدوعة السلوك للإي سي دي الآن أيضا عنوان هذا المؤتمر وهو شبكة الإنترنت التي نطمح إليها تمكين كافة الشعوب لدينا القيم نحن نعرف ما الذي يجب أن نقوم به الآن علينا أن نتحمل مسؤوليتنا وأن ننتقل من الأقوال إلى الأفعال أرى بأنه لدي أنا تجوست الوقت المخصص لي أعتقد بأن المجتمع المدني لديه دور مهم أين أنتم في المجتمع المدني يجب أن ننتقل من دور كمستخدمين إلى مواطنين حتى نعتمد على المسؤوليات المناطبين من ناحية أخلاقيات المواطن أنا أعرف بأنه هناك تسعين خطابا أراه على في الدقيقة أراه على وسائل الأعلام الخاصة بسبب أفكاري أنا أنا كان علي أن أحصل على موافقة حتى آتي وأتحدث أماكنكم ولكن علي أن أشدد بأننا بحاجة إلى مواطنين ونحن بحاجة إلى وقوف كل فتاة وامرأة وكل شخص في المجتمع حتى نتمكن من تعزيز كل هذه المبادئ سيدي أنت ما رأيك في قضية أن نصبح أن ننتج ونستهلك المعلومات في الوقت نفسي بشكل أفضل شكرا على هذا السؤال برأيي أن محو الأمية في هذا المجال أمر مهم جدا نرى بأن مثلا إذا عندما نحن نستهلك المعلومات يجب أن نعرف كيف نتم باستهلاكها كيف نتم بهضمها إذا ما صح التعبير عندما نستهلك الطعام أعتقد بأن الجميع ينظر في المكونات إلى آخره نحن نبحث عن المواد التي تدخل في المنتج الذي نتناوله كطعام الأمر نفسه يجب أن نقوم به بالنسبة المعلومات منذ خمسين عاما أو منذ قرن لم نكن نشدد على هذه المسائل أما الآن فأصبحنا على علم بالمخاطر التي تترافق مع استهلاك بعض الأطهم ولذلك فأنا قررنا أن نتوصل إلى حمية متوازنة وهذا أمر تعلمناه عبر العصور أعتقد بأن النهج نفسه يجب استخدامه فيما يتعلق باستهلاك المعلومات أعتقد بأن نستهلك الكثير من البيانات ونرى بأنها تترافق معها الإضافات الكيميائية ولذلك علينا أن نعرف ما هي المواد التي نستهلكها ما هو مصدر هذه البيانات يجب أن نكون أكثر واعين لهذه المسألة ولذلك أعتقد بأنه بدلا من أن نتناول حمية متحيزة من البيانات علينا أن نحرص على حمية متوازنة فيما يتعلق بالبيانات التي نستهلكها ومن هنا محو الأمية بهذا الصدد مهم جدا وأنا لدي في وزارتي دائرة خاصة بهذا المجال نحن نشدد على هذا النهج ونحن نشدد على هذا المفهوم مفهوم صحة استهلاك البيانات برأيي أننا بحاجة لأن نكون واعين لصحتنا فيما يتعلق بتعرضنا لهذه البيانات الدار وبعد أن نتمكن من تعميم هذا النهج سنتمكن من مواجهة الشركات التكنولوجية ومكافحة أعمالها فيما يتعلق بنشر البيانات الضالة من أجل الربح ومن ذلك من خلال زيادة وتعزيز الشفافية برأيي أنه من خلال هذا النهج سنتمكن من انتقاد هذه الشركات بشكل عام هذا سيؤدي إلى تغييرات هيكلية إذا نحن بحاجة إلى محو الأمية إضافة إلى صحة استهلاك البيانات كناجن بهذا الصدد المياسرة شكرا أعتقد بأن هذا المفهوم مثير الاهتمام وقد نرى قيمة ذلك حان الوقت الآن لإعطاء الكلمة للمشاركين من القسم رفيع المستوى الوزاري وأود أن أعطي الكلمة للسيد نيزار باتريا نائب وزير الاتصالات والمعلومات في اندونيسيا تفضل سيدي شكرا شكرا أصحاب السعادة حضرات السيدات والسادة طابة أوقاتكم قبل كل شيء أود أن أشكركم على دعوتي للمشاركة في هذه الجلسة ويسعدنا أن نتشاطر معكم تجربتنا نحن لدينا مهمة وهي مكافحة التضليل الأعلامي المقصود وغير المتعمد نرى بأن هناك توجها نحو نشر معلومات خاطئة لتغيير آراء الأشخاص ونرى بأن هناك استخدام أيضا لأدكاء الاستعناد التوليلي ووفقا لتقرير نرى من 62% من المستخدمين للإنترنت أشاروا أو قابوا بتقديم تقارير بشأن تعرضهم لبيانات خاطئة ومضللة ونرى بأن هذه البيانات يتم تدولها من قبل وسائط الأعلام الإلكترونية وهذا يؤدي إلى حالة من الاستقطاب برأينا أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون له أثر وخيمة بهذا الصدد لأن إندونيسيا هي من الدول الأكبر دولة الديمقراطية الكبرى في جنوب الشرق آسيا ونحن قد عكفنا على تدارس هذه المشكلة المتعلقة بالتدليل الإعلام وذلك على المستوى الحكومي لدينا استراتيجية متكاملة لمكافحة التضليل وذلك من خلال إطلاق العنان لحركة مكافحة التضليل الإعلامي وأيضا ونحن نقوم بذلك من خلال عنشط على المستوى الحكومي وكذلك على المستوى الشعبي من الناحية الإقليمية منظمة الآسيا قد اعتمدت استراتيجية مكافحة المعلومات الخاطئة وأهدافها التضليلية في المجتمع وفيها توجيهات أو مبادئ توجيهية تساعد الدول على مكافحة المعلومات الكاذبة في المجتمع وأيضا شددت على أهمية مكافحة هذه التوجهات من خلال الأبحاث نحن بحاجة للمجتمع أن يكون أكثر علما بالأمور الرقمية حتى تتمكن المجتمع من وقف أو لجم هذه التوجهات الكاذبة حتى لا يصبح ضحايا للمعلومات المضللة يجب نترك تاريخ الأسود لما وجهته الإنسانية خلال جائحة كوفيد 19 هذا أولا ثانيا إن المجال أو المنظومة الرقمية لا يمكن أن تتوقف عند مبدأ مكافحة التضليل بل علينا أن توصل إلى تنظيمات وحوكمة تؤدي إلى التوصل إلى معلومات صحيحة وأخيرا وليس آخرا علينا أن نعزز جهودنا من خلال التعاون لوقف التضليل ولسيما في مواجهة التكنولوجيات الناشئة في مجال الركاء الاستطراعي التولدي وأثره على المنظومة الرقمية من خلال التعاون يمكن أن نغذي مجتمعتنا حتى يصبح أكثر قدرة على مقاومة هذه المحاولات المضللة وشكرا شكرا شكرا جزيلا الآن أستمع لأسايد بول أش الممثل الخاص لرئيس الوزراء في نيوزلندا شكرا شكرا لكم على الفرصة المتحدة لوجود معكم اليوم لم أعد بيانا ما أريد أن أقوم به وأن أعقب على ما سمعته وأتقدم بعض الأفكار فيما يتعلق بسائل المستقبل استمعنا منكم كثيرا عن موضوع التوقيت زمني وقلنا إن مسألة التغليط وتغليط هي مشكلة حقيقية وأن نظم الذكاء الاصطناعي الانتاج قد سرعت وسرعت في هذه هاتين الظاهرتين ثم تحدثنا أيضا عن تأثير غير متناسب على الجماعات المستقبلة الأسيام على الفتيات والنساء وأعضاء مجتمع الميم وعلى اللاجئين وعلى المهاجرين المهاجرين ولقد قالت ماريا إن هناك حالة استعجرية أمامنا وإن قلنا إن 72% من الدول اليوم هي دول تسلطية فهذا يعني أن البقية ليست من مثل هذه الدول على الرغم من ذلك فإن التحدي متماثل بالنسبة لكلهما وهذا يعني أننا في نقطة الانطلاقة هذه ننطلق من مكان صعب قلنا إن هناك وجوب للتقنين والتنظيم وأيضا قلنا إن هناك واجب لإيجاد حلول مجتمعية وإلى محو الأمية الرقمية إلى آخره نحتاج إلى حلول مختلفة وأن نرأب كل الفجوات نحتاج إلى سرعة وعجلة في التصرف لأننا لن نملك وقت لمشاهدة هذا المشكل وهو يتفقم ويتزايد ثانيا نحتاج إلى تأثير ثم سمعنا من قال أن هناك حاجة في حلول مجتمعية جامعة أن يستطيع السكان وأن تستطيع الحكومات لتعاون مع القطاع الصناعي والمجتمع المدني ومع التقنيين من أجل بلورة طريقة تعامل عامة شاملة وليست طريقة تصدي حكومية فقط لأننا نريد في آخر المطاف أن حافظ على هذا الإنترنت يكون إنترنت حرا ومفتوحا كما نحتاج أيضا إلى جعل هذه القيم قيم متقاسمة ونبني على ذلك في نيوزيراندا بعد ما جرى بعد هجمات مارس في كراس تشيرتش ونحن حاولنا إذن الرد على هذه الظاهرة من خلال إشراك جميع أصحاب الشأن وننجح إلا بإشراكهم جميعا وهذا هو النهج الذي نبغي أن نقوم به هذا تحدي هو تحدي متعلق بسلامة المعلومات أنا أفضل هذه العبارة عن عبارة التاريط والتضليل الذكاء الاصطناعي الإنتاجي تكمن فيه تكمن فيه إمكانية لتقويد مبادئ حقوق الإنسان المعروفة المهودة وكما قالت مريا وكما قال آخرون بشكل بليغ أفضل فليس هناك مسافة بعيدة بين مسألة سلامة المعلومات ومسألة التأثير السربي على الأذهان والإنزياح نحو الأفكار المتطرفة والعنف المتطرف الحل لا ينبغي أن يكون حلا تقدمه الحكومة فقط أو الدولة فقط هو حل لن يتأتى إلا بمشاركة جميع الأطراف لأن ما في المحك هو ديمقراطية وحقوق الإنسان إذن لنتعرف عن المؤسسات ونحدد المؤسسات التي يمكن وينبغي أن تشارك وإن كانت استعدة لذلك وأن يكون فيما بينها تعاون حقيقي وأن يكون هناك تعددية في الأطراف لأن الحل في الغالب هو الحل الذي يأتي من خلال التعاون ما بين أصحاب شأن المختلفين شكرا لكم شكرا بقي لنا بعض الوقت الآن للخلاصة دقيقتان اثنتان لكل من المشاركين دقيقتان لا حسب نك هل لك أن تبدأ هيا أعتقد أننا بعيدون كثيرا عن ما نرجوه من تعاددية أصحاب الشأن هناك توجه للبحث عن حل واحد وأوحد ولكن ليس هناك حل واحد وأوحد وهناك حدود لما يمكن للحكومة أن تحققه كثيرا كثيرا الإحصائية لكل علينا علينا بالفعل تؤديه شركات لن لن تتحول إلى رقابة أو مساس بحرية الإنترنت أفضل طريقة لمعارضة التضليل والتغليط ليس هو بث المعلومات الدقيقة فقط بل هو مساعدة الذكاء الاصطناعي على التطور في الاتجاه الصحيح ونحتاج إلى مشاركة الجميع من المجتمعات المدنية القطاع الخاص والحكومات للمشاركة في إعلاء صوت حقوق الإنسان والديموقراطية والحريات شكرا ماريا عندي ملاحظات ثلاثة على وجه الخلاصة نحن كشركات تقنية نعمل مع الجميع كل من هو جاهز للتواجد معنا حول الطاولة لأن الحكومات في الواقع هي الوحيدة التي تملك القوة لوضع حد للضرر ونحن نطالب الشركات التقنية أن تعيد النظر في نماذجها وأن تقوم بتقليص من طموحها في الربحية لأنه في آخر المطاعف فإن أردنا أن نربح زبناء علينا أن نحفظ عليهم أولا ورابلر تم استحداثه لأن فيسبوك كان فيها عيب ولم تقدم الحلول لوحدها الحكومات ينبغي أن تكون على لياقة كافية من أجل أن تقوم بتتبع الكودات التي تتحول كل أسبوعين هذا ثانيا وثالثا نحتاج إلى إشراك المواطنين الصحفيون في الوقت الراهن هم الذين يخبرون بهذه الأمور ولكن بالطبع تبقى الحلقة الأخيرة والأهم وهي اختار وتوعية المواطنين الوقت قد حان لذلك عندي ثلاث ملاحظة أنا الأخرى أولا علينا أن نعمل أجمعين كديمقراطية العالم أن إن لم تكن الدمقراطية هي صناع القواعد فستصير مستهلكتها فقط وهذا سيكون في وقع الأمر خسارة للجميع ثانيا وعندما نتحدث عن اللوائح وتنظيمات ماريا ريس قالت إننا بطيئون مع ذلك أرى أننا أسرع من بعض جهات أخرى ولكن الأمر في الواقع ليس إملائي الاتحاد الأوروبي يؤمن ب مركزية الإشراك المجتمع المدني لأن الشعوب لا تريد أن يتلعب بها نؤمن أيضا بأهمية الإعلام القوي نؤمن أيضا بأهمية التعاون مع القطاع الجامعي وأخيرا جدلية المستهلك أو المواطن أنا عملت كمفاوضة للإتحاد الأوروبي لحماية المستهلكين نعم حميناهم من السموم المادية ولكن ربما لا نحن بما يكفي استثمارا في وسائل درء الخطر أو السموم الافتراضية منهم أو عنهم ولذلك نحن نقوم مثلا بزيادة الشفافية في الترويج الدعائي للخطابات السياسية قبل الانتخابات ونريد درء التضليل أو التلاعب الأفكار قبل الانتخابات شكرا من جهتك ما خلاصتك شكرا شكرا لك شكرا لك على تضليل هي مسألة جادة وخطيرة ولكن في نفس الوقت نرى بصيصا من الأمل نحن أمامنا مشكلة مشتركة واجب علينا أن نتخذ تدابير حقيقية وهذا اتفاق فيما بيننا علينا أن نتخذ مساعي حقيقية ومباشرة وفورية من أجل ذلك نحتاج إلى تعاون دولي ولا حوار دولي وهذا ما نقوم به والشركات التقاني العليا ننبغي أن تدعى لهذا التعاون المنصات في اتساع مضطرد وصارت أكثر قوة وأكثر ضخمة كل يوم كباحة الدستور الدستور كباحة دستوري الدستور هو الذي يضبط أعمال الحكومات وهو مبرسها الأول فعلينا إذن أن نعود للدستور في آخر المطاف من أجل إدارة تعاون مع الشركات التقنية ولذلك فإن نحتاج إلى إطار عالمية حتى نقوم بإجراء هذا الحوار مع الشركات التقنية الضخمة وأيضا نحتاج إلى الاهتمام بالهيكل الاقتصادي في العالم عندما ننظر إلى الظاهرة أمامنا فربما قد تخفى علينا بعض تجلياتها إن لم ننظر إليها برمتها أي النظام الإكولوجي العام لهذه الظاهرة نحتاج إلى ثقافة جديدة على الرغم من صعوبته تمنى وهذا ما آمله أن نستطيع إنجاز ذلك معا تمنى لكم بقية نقاش مثمرة شكرا شكرا جزيلا ختاما لمقلته يا ماريا الانتخابات القادمة في السنة القادمة الديمقرية الثلاثة الأكبر في العالم أندولوسيا والهند والويتمتحدة الأمريكية سوف تشهد انتخابات في الأشهر 12 القادمة شكرا لنيك سوسر وهو من مجلس إشراف ميتا ماريا ريسا على جائزة نوبل الدولي 2021 السيدة فيرا يوروفا من المفاوضة الأوروبية سيدة راندي ميشيل من ال White House National Security Council والسيد تاتشويكو ياماموتو من جامعة كيو شكرا لكم ولكم أهلكم أن تلتحق بالالتقاط صورة جماعية وحان الوقت الآن لوجبة الغداء وأتمنى أن تكونوا قد استأنستم بجلستنا الصباحية حتى الآن شهية طيبة